تاريخ حبائي لأنسى الذكريات لما كنت في الرقة وشفت طبعا المناطق اللي كان فيها القتل وكان فيها الضمار وريحة الموتة كانت ما زالت تنتشر في كل مكان وشفت الدوار اللي كانوا بقطعوا في الرؤوس وشفت سوق العبيد أو سوق النخاسة بتقول عبيد نعم أحبائي فالدين لا يقدم الحرية لكن للأسف يقدم القيود فناس مستعدة تموت بسبب القيود على أن تكتشف الحق والحقيقة في داخلها وإذا بتتذكروا بنات صبايا شابات حلوات كانوا رابطينهم في السلاسل في سوق العبيد في ناس عندهم رحمة كانوا فعلا يشتروا السبايا أو العبيد بنات خمسطعش ستعشر سنة يشتروهم وبعدين يحرروهم وبتذكر عملنا مقابلة مع بعض الفتيات اللي كانوا مقيدات وفعلا أحبائي الجروح الداخلية الموجودة في داخلهم وقلوبهم يعني واحد اغتصبت من مئة شخص من داعش مئة شخص سألتها شو رايك في الرجال قالت أنا مش راح أتزوج طيب شو راح تعمل بحياتك أنا بدي أنضم للجندية طيب ليش بديك تنضم للجندية أنا عاوز أقتل مئة واحد من داعش الجروح خلفت جروح وانتقام عاوزي تنتقم أحبائي جروح كثيرة كم من البنات المختصبات وكم من البيوت اللي بيشهدوني عندهم ذكرى أليمة من الماضي موسيقى